شهرود الذي ترأس السلطة القضائية لعشر سنوات يعتبر من أهم الأسماء التي تطرح لخلافة خامنئ كما يأتي بعد سنوات طويلة حاول فيها أكبر هاشمي رفسنجاني خلال ترأسه مجلس تشخيص مصلحة النظام إيجاد أرضية تفاهم بين المحافظين والإصلاحيين لكن وفاة رفسنجاني فتحت الطريق أمام المحافظين فعاد عن شهرود دخل المجلس الجنرال محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري أمينا عاما للمجلس إضافة إلى أعضاء جدد من المحافظين تستمر ولاياتهم خمس سنوات هم رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي ورئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قليباف لذينه زماء أمام الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الماضية هؤلاء ضمن فريق يتكور من أربعة وأربعين عضوا وبرئاسة شهرود يقدمون المشورة للمرشد فما يخص سياسات الدولة كما يلعبون دور الحكم بين مجلس الشورى أي البرلمان ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب خلاف بينهما وتصبح قرارات المجلس الذي يديرونه نافذة بعد مصادقة المرشد الأعلى عليها اشتركوا في القناة